بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد نتحدث عن قواعد ضبط متشابه القرآن الكريم وهذه القواعد والطرق مهمة جدا لحافظ كتاب الله عز وجل وأولى هذه القواعد المهمة العناية بالآية الوحيدة ونقصد بالوحيدة التي لا نظير لها في كتاب الله عز وجل بمعنى تكون هناك عدد من الآيات المتشابهة تنفرد واحدة عنهن بزيادة أو نقصان أو إبدال أو غير ذلك ما سيعتمعنا بإذن الله عز وجل فالعناية بهذه الآية الوحيدة مما يعين بإذن الله عز وجل على ضبط كتاب الله عز وجل هذه القاعدة من أهم القواعد لحافظ كتاب الله عز وجل وإذا تعرف على هذه القواعد وتعرف على الأمثلة فإنه بإذن الله عز وجل سيوقى خطأ كبير جدا من الأخطاء التي تقع كثيرا جدا للحافظة الشيخ محمد طرح بلال منيار في كتابه يعانة الحفاظ ذكر ما يقارب من 384 مثال لهذه القاعدة لو الحافظ يقرأها باستمرار وبين الفينة والأخرى ويعلمها غيره فبإذن الله عز وجل أنه سيضبط هذه الآيات الوحيدة ويسميها البعض الآيات المنفردات غالب هذه الآيات وهذا ملحظ مهم جدا غالب هذه الآيات تكون هي الأولى في الآيات المتشابهة بمعنى إذا كان هناك أربع من الآيات المتشابهة فإنه في غالب آيات القرآن الكريم يكون موضع المنفرد عن بقية الأمثلة والمتشابهات هو الموضع الأول من ذلك قول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في سورة البقرة وما عداها في القرآن الكريم وما أهل لغير الله به بتأخير به وبالتالي إذا تعرف الحافظ على هذه الآية وأتقن مكانها فإنه بإذن الله عز وجل سيتقن هذا الموضع المتشابه ويتقن أيضا المواضع التي تشبهه في الآيات الأخر طيب هل نحتاج إلى أن نتعرف على مواضع أخرى؟ لا نحتاج نحتاج فقط أن نعرف أن هذا الموضع الذي في سورة البقرة هو المختلف وبالتالي إذا عرفنا هذا الأمر فإنه بإذن الله عز وجل سنحفظ كتاب الله عز وجل حفظا متقنا وسنتلاف كثيرا من الأخطاء من الأمثلة التي ذكرها العلماء أيضا قول الله عز وجل في سورة آل عمران فلا تكن من الممترين آية وحيدة تكن من الممترين وما عداها في القرآن الكريم فلا تكونن من الممترين ومن ذلك قول الله عز وجل إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون في سورة الأنعام أيضا هذا موضع منفرد وما عداه في القرآن الكريم إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون والأمثلة كثيرة وكثيرة لهذه القاعدة هذه القاعدة جدا مهم جدا لحافظ كتاب الله عز وجل أن يتعرف على أمثلتها والمتشابهات فيها ويعلمها غيره ممن تكلم في هذه القاعدة عدد من أهل علم فمن ذلك ما ذكرته لكم في كتاب عانة الحفاظ للشيخ محمد طرحة بلال مينيار تكلم فيها وأكثر فيها الحديث ومن ذلك الشيخ عبد الله بن عبد الحميد والراقي في كتابه إغاثة الأفان ذكر جملة من الآيات الوحيدة وكذلك الشيخ الكسير في كتابه الكليات ذكر عددا من الأمثلة لهذه القاعدة هذه القاعدة كما ذكرت لكم هي القاعدة الذهبية الأولى في ضبط متشابه القرآن الكريم فينبغي لحافظ كتاب الله عز وجل أن يحرص عليها حرصا وأن يتقن هذه القاعدة وأن يعلمها غيره وخصوصا تلميذه عندما يتعلم عنده كتاب الله عز وجل أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم